موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا الدكتور بلال عبدالله طبيب أخصائي أطفال في مستشفى الراحة في إدارة مجموعة العبير سنتحدث اليوم عن مرض شاعي عند الأطفال هو مرض الربو مرض الربو يصيب القصبات الهوائية في الرياء يؤدي أو ينجم عن حدوث تشنج وتضيق القصبات الهوائية مما يؤدي إلى حدوث نوبات من السعال وضيق في النفس وصدور صوت من الرياء يسمى الصفير أو الوزيز في الحالات الشديدة من التشنج ممكن أن يحدث قصور تنفسي وازرقاق عند التقف لنوبات الربو محرضات أشياء هذه المحرضات هي الأمراض التنفسية البيروسية والتي غالبا تأتي في فصل الشتاء من المحرضات الأخرى ممكن أن يكون الجهد ممكن أن يكون الروائح العطور البحور ممكن أن يكون العفن ممكن أن يكون بعض الحيوانات الأليفة البيتية ممكن أن يتحرض الربو بفصل معين مثل فصل الربيع ممكن أن يتحرض الربو ببعض الأدوية مثل الأسبير بالنسبة لعلاج الربو هناك مجموعتين من الأدوية في المرحلة الحادة يجب إعطاء موسعات القصبية هناك دواء هو البنتولين يعرفه مرضى الربو بشكل جيد وضيفته هو توسيع القصبات الهوائية ليتسنى للمريض أخذ نفس مريح وإيقاف الصعب المجموعة الثانية من الأدوية هي العلاج على المدى الطويل وهي ثلاث مجموعات منها الاستنشاق الكيرفتيكوستيرويد المجموعة الثانية هي موسعات القصبية طويلة الأمد المجموعة الثالثة اللي هي اللوكوتريين موديفاير بالنسبة للعلاج الطويل الأمد نحن نقسم الربو إلى مجموعات إلى ست مستويات من الربو تتبع هذه المستويات شدة حالة الربو عند الطفل لذلك نحن ننصح بمتابعة حالة عن الطبيب ليتسنى للطبيب أن يحدد درجة الربو عند الطفل وعطاء العلاج المناسب لهذه الدرجة فكما قلنا أن هناك ست درجات من شدة الربو هناك كمان ست درجات من العلاج ومجموعات العلاجية التي أخذها الطفل بالنسبة للموسعات القصبية هناك طريقتان لإعطائها إما عن طريق الرذاذ أو عن طريق الاستنشاء بالإضافة لتدبير حالة الربو بالأدوية يجب على الأهل مراعاة الابتعاد عن المحرضات التي ذكرناها في بداية الفيديو والالتزام بخطة علاجية يرسمها الطبيب حسب شدة حالة الربو عند الطفل ويعتبر جزء من علاج الربو إلاج الأمراض المرارقة وأضرب على ذلك مثل البدانة والقلص المعدي المريض يجب تثقيف الأهل عن مرض الربو وعن الأدوية التي يعالج بها الطفل أريد أن أنوي في هذه المناسبة أن هناك فكرة سائدة شائعة عند الأهل لأن الأدوية تسبب التعود على الأدوية الربو يسبب التعود ولكن الفكرة الصحية من ذلك أن حالة الربو هي حالة مزمنة والطفل يحتاج بشكل متكرر لأدوية الربو بسبب التعرض للمحرضة شكرا لمتابعتكم هذا الفيديو وللمزيد من المعلومات والإرشادات يمكنكم متابعتنا على هذه القناة أو زيارة موقع المشفى المشفى www.abeerhospital.a